السلام عليكم و مرحبا بكم في مطبخ اسماء المتنوع اليوم سوف نرى طريقة ميرفاي بحال الباتيسريات الديدة و كل شيء مصوف الدار حتى العجينة المرقعة هي عندي في القناة اللي دهجة سوف نقوم بالرابط للعجينة المرقعة في صندوق الوصف لطريقة ديالها سهلة لا تحتاج وقت كثير اول شيء سوف نأخذ العجينة المرق و سوف نسرحه كما تشاهده و سوف نقطعه على حسب الحجم اللي عندكم بالنسبة لي كان عندي هذه قطعتها على ثلاثة ديال المستطيلات سوف نحاول قدر الإمكان يكونوا مقادلين من بعد غادي نرش عليهم سكار بودرة او سكار حبيبات اللي كيكون رقيق بزاف ماشي اللي لحبيبات ديال الوغلاد او ممكن لكم استعملوا فقط سكار بودرة من اللي هو سكار غلاسي و هنحاولو انطقبوها بالفورشيت او بالشوكة من بعد كن نأخذ ورق الخبز اللي غادي نحطوه من فوق منهم و نحطو عليهم شي سينية اللي تايك تدخل الفران باش ما يتنفخ لناش ما يكون كي طيب و ندخله الفراني طيب من 20 حتى 25 دقيقة المقادير كريم باتيسيا سوف نحتاجه 50 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة 250 مليلة الحليب ثلاثة ديال صفر البيض و نحتاجه 40 جرام سكار معلقة كبيرة ديال الطحين و معلقة كبيرة عامرة ديالنشال اللي هو ميزينة و شوية ديالفاني أول حاجة كننخدو إناء كنضيفو لي صفر البيض نضيفو علي سكار تحين و ننشا اللي هو تحين الدورة كنخلطو مزيان نضيفو علي واحد شي شوية ديال الحليب و ننخلطو مزيان حتى تجنس لنا كل العناصر و نضيفو بقية الحليب اللي بقى لنا و نضيفوه حتى يسخلينا مزيان من بعد ما كيسخلينا الحليب نضيفو على هذا الخليط ديال الصفار البيض اللي قدرناه قبل سمحوا لي هنا را تقطعت لي تصويرا يعني كيسحب ديراني كان صور أنني كانخوي و نار ما كنش يعني كان صور نضيفو على هذك الخليط نضيفوها بشوية 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 يعني ما نستقوش مطيبين البيض فهذه المرحلة نضيفو الفانيلا لعندكم الفانيلا سكر كتضيفوها في الأول مي كنتضيفو السكر لعندكم السائلة كتضيفوها في هذه المرحلة و نضيفوه في عافية متوسطة و نخلطو حتى تعقد لنا الكريمة كما تشوفو و نضيفو الزبدة 50 قرام و نحب القليل و نتخلطوه ملي بشوية حتى نكمل الزبدة كاملة نفرغ الكريمة في إناء و نضعها بلاستيك غدائي و نجعلها فقط في المطبخ حتى يبرد لنا تماما سوف نضع الكريمة موسلين سوف نضع 200 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة سوف نضع الكريمة باتيسيار و نضع الكريمة مع البريلين نضعك باتيسير 3 و 4 و نضعه من الجنس من الجوش اشتركوا في القناة نضيف الزبدة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر